تداولت بعض الوكالات انزعاجاً إيرانياً رسمياً من عدم استشارتها في الأمر قبل تنفيذه معجل بزيارة قائد الحرس الثوري إسماعيل قاني إلى بغداد وعقده اجتماعات غير هادئة مع قادة بعض الفصائل بسبب الهدف والتوقيت والنتائج ما قد يؤسس لنوع آخر من العلاقات والنفوذ المباشر بالمقابل يرى محللون محاولة اغتيال الكاظم ربما ينطبق عليها المثل القائل ربضرة نافعة في إيران غير مستعدة للتضحية بما أنجزه الكاظمي من ترطيب لعلاقاتها مع دول المنطقة مثلما أنها ليست راغبة بأي تصعيد مع عواصم الاتفاق النووي خاصة مع صدى إداناتها الشديدة لهذه المحاولة نضيفين أن البعد الإقليمي المتضامن مع الكاظمي وشعبيته المحلية الإضافية سيسحب أوراقاً مهمة من أياد المعترضين على ولايته الثانية ترجمة نانسي قنقر